المحافظة المحرق ساهمت في النمو المتسارع للمحافظة على كافة الأصعدة رافعا شكرا وتقدير أهالي المحافظة بكافة مدنها وقراها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وإلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشار المحافظ في اللقاء الذي عقد عن بعد مع عدد من المواطنين ضمن برنامج ترابط الذي يقيمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الداخلية وفي إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة بحريننا إلى جهود المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنها مديرية شرطة محافظة المحرق وبلدية المحرق والمجلس البلدي ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات ذات العلاقة في ظل جائحة كورونا عبر العديد من المشاريع الحيوية ومن بينها تعقيم المناطق التجارية والمدن والمجمعات الإسكانية وتغفير وجبات الطعام للعمالة الوافدة والعمل على تقليص كثافة هذه العمالة في الأحياء السكنية بتوجيهات مباشرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إضافة إلى غيرها من الجهود التي تدعم عمل الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء واستعرض المحافظ جهود المحافظة في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل عبر إقامة المناسبات والفعاليات التي تعنى بإحياء التراث والعادات الأصيلة المتجذرة من مئات السنين موضحا في الوقت ذاته أن المحافظة تتواصل بشكل مباشر مع كافة الأهالي والمقيمين عبر مجلسها الأسبوعي وزيارة المحافظة لمجالس الأهالي وكذلك عبر المنصات الألكترونية وغيرها من سبل التواصل وقال إن المحرق تزخر بالعديد من الرواد المبدعين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية والأدبية والرياضية لذلك تحرص سنويا على تكريم روادها في كافة المجالات وشهد اللقاء المباشر مدخلة من مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي والذي قدم خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مكارم جلالته للمحرق وأهلها الكرام مشيرا إلى أمر جلالته بإعادة إحياء وتجديد عدد من المناطق والأحياء القديمة بالمحافظة عبر مشروع عظيم يبدأ على مراحل ويشمل كافة مدن وقرى المحافظة وقد عرب عدد من أهالي المحرق خلال اللقاء عن شكرهم لمعالي وزير الداخلية ومحافظ المحرق على ما تقدمه المحافظة من خدمات للأهالي طبعا هذا البرنامج والعديد من البرامج يعني أسهمت بالشيء الكثير في التواصل مع جمهور يعني المواطنين وإفهامهم وتمرير كل التوجيهات الخاصة بأخذ الحيطة والاحتراز يعني من هذا الوباء وأعتقد أن الثقافة الموجودة لدى المواطن وحتى بعد لدى العمالة الموجودة في البحرين وصل له هذه الرسالة وإن شاء الله من خلال ما تم بحث خلال هذا البرنامج يعني بيكون إرشاد وثقافة للمواطنين اللي انتمنى أن يكونون على احتراز كامل وعلى يعني عناية وأخذ الحيطة والحذر يعني بالنسبة لهذا الوباء الحاصل عندنا وشكري واعتزازي طبعا يعني لجلالة الملك لصاحب السمو رئيس الوزراء لصاحب السمو ولي العهد شكري للشيخ ناصر صاحب المبادرات الطيبة وشكري وتقديري لمعالي وزير الداخلية إن شاء الله ترجع البحرين كما كانت بإذن الله بصحة وعافية وتعود البلد إلى حالة الطبيعية بإذن الله بهذه القيادة العزيزة شكرا